اشتركوا في القناة تفاؤلية لما بعد وباء كورونا مضيفا بأن التسابق العلمي الحثيث الذي يستهدف ابتكار الدواء لإنقاذ البشرية من الهلاك بعيدا عن الأنانية يشكل حالة فريدة من التعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا مؤكدا بأن التعاون المتبادل بين الدول في ظروف ما مرت به من تحدي في مواجهة وباء كورونا سيجعل من هذه الدول تتشبث أكثر بالنظام العالمي القائم وتطويره ومن خلال التعاون المتعدد الأطراث وإيجاد حلول للمشاكل والأزمات الكبرى بشكل جماعي وتكاملي يؤدي إلى نظام عالمي أكثر أمنا وسلامنا من جانبه أشهد معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي بالجهود الإنسانية الوطنية الكبيرة التي يقودها صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا والتي قدمت من خلالها مملكة البحرين وعبر الفريق الوطني الطبي نموذجا رائدا على المستوى الدولي في سبيل توفير الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والسارض معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة قراءتنا تاريخية حول الجوائح التي مرت بها الإنسانية في تاريخها حيث تعد جائحة كورونا من أسوأ الأوبئة التي اشتاحت الكرة الأرضية على الإطلاق هذا وقد أكد معالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية رئيس مجلس أمناء التحالف أهمية هذه الندوة الاستثنائية الافتراضية التي تدخل منعطفا جديدا من خلال استخدام التقنية الإلكترونية عن بعد في ظل ظروف العالمية والإقليمية الراهنة وفي ختام الندوة أصدر المشاركون بيانا قدموا فيه شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة مشيدين بالجهود المميزة لفريق العمل بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين في إنجاح تجربة الندوة الافتراضية عن بعد ترجمة نانسي قنقر